اشتركوا في القناة ان تصبح علاجا اساسيا لمنع فقدان البصر في مرحلة الشيخوخة وربما تساعد في تحسين البصر لدى بعض الناس الذين يعانون من امراض مسببة للعمى يقول الباحثون ان الزعفران ليس فقط مضاد للاكسد بل يبدو ان له عددا من الخصائص الاخرى التي تحمي البصر سبحان الله الانسان فعلا يعجب ان الله تعالى سخر هذا الزعفران الذي يعتبر اغلى نبات في العالم وله فوائد طبية كثيرة ولكن حتى الان لم يكتشف العلماء الا القليل سبحان الله في حديث عظيم جاء عن صفات الجنة ونعيمها مما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يقول صلى الله عليه وسلم عن تراب الجنة وترابها الزعفران رواه احمد فاذا كان تراب الجنة هو الزعفران الذي يعتبر من اغلى انواع النباتات فكيف بقصور الجنة ونباتها وطعامها وفاكهتها وانهارها اللهم ارزقنا هذه الجنة واجعل هذا القرآن طريقا لنا لبلوغ هذه الجنة واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين حتى يتبين لهم انه الحق